بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان مازلنا مع أهلي وأهل أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي قلوبهم مليانة نور وبركة من بشرة أن الله سبحانه وتعالى سيرعى البيوت فأصحاب السعادة هم المقبلين على الزواج وأصحاب السعادة هم كمان المقبلين على تجديد حياتهم مازلنا بنمشي معاهم في الرحلة اللي احنا بدأناها يمكن من سنوات في مسألة تمهير المتزوجين وبنحب نبدأ دايما يوم السبت مع أصحاب السعادة ومن خلال حلقاتنا بنقدم لهم بعض المعارات اللي بتساعدهم على الرسول للسعادة الزوجية وتعالوا الأول أحكي لكم حكاية عن ملك من الملوك شاف حلم أن أسنانه كلها بتوع فانزعج جدا واستدعى مفسر للأحلام فمفسر الأحلام ده قال له على فكرة كل قريبك هيموتوا قابلك فقتله استدعى مفسر تاني فقال له نفس الكلام قال له إيه قال له كل أهلك هيموتوا قابلك رح قتله فسدع مفسر تالت فقال له إن تفسير رؤياك يا جلالة الملك إنك أطول قريبك عمرا إن شاء الله فالملك عجبه الكلام فأمر ليه بجايزة طب هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن المفسرين التلاتة قالوا نفس المعنى بس المفسر الأولاني ومفسر التاني اختاروا طريقة غير مناسبة والمفسر التالت اختار طريقة مناسبة هو في الحقيقة كان تفسير الرؤية إن قريبه عيموت كلهم قابله فهيفضل لوحده واتبقى حاجة وحشة قوي فعشان كده أظن إن انتوا كده عرفتوا وفهمتوا المهارة اللي أكلمكم عننا النهار ده إيه إيه هي مهارة مهمة جدا 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 في حياتنا هي مهارة اختيار لغة الخطاب الزواجي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نختار أفضل الكلام وإحنا نتكلم الناس فربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقلنا وقولوا للناس حسنة يعني قولوا الكلام الحلو وده لعموم الناس والزوجة أهم لأن رسول الله سلم لما قلنا واللقمة ترفعها إلى في زوجتك يا صدقة والكلمة الطيبة صدقة فعرفنا إن احنا إيه اللي حاصل إن احنا بيننا وبين أهلنا جزء من مفهوم وعاشرهن بالمعروف وجزء من مفهوم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جزء من ده إن احنا نختار الكلام الحلو ونتكلم به وعشان كده ربط مولانا سبحانه وتعالى التقوى بالكلام الحسن فقال يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة فمع الأمر بتقوى الله أمرنا إن احنا كمان نقول قول سديد يعني قول سليم وقول كمان صادق وقول طيب فعشان كده لازم نقول الكلام حلو لأهلنا ولذلك هنتكلم النهاردة عن لغة الخطاب الزواجي اللي ممكن نخاطب بيها شريك حياتنا والأسلوب اللي ممكن نقدر نعبر به فيفتح قلب شريك حياتنا مش يقفل كل السكك ويحط كل العوائق لا ده إيه ده خطاب يشيل كل الحواجز ويخلي الخطاب بنا باب من أبواب الفتح والسعة والكرم وعشان كده كان الشاعر والكاتب المشهور أو جبران خليل جبران قال ركزوا شوي بين منطوق اللي لم يقصد ومقصود اللي لم ينطق تضيع الكثير من المحبة يعني إيه يعني ما بين كلام تقال وما كانش مقصود وما بين كلام مقصود وما تقالش بتضيع المحبة وعشان كده كلامنا لازم يكون محسوب بلاش فكرة أنا سايب إيدي أنا بتعامل معك وعشان باحترمك وبحبك أنا بتعامل معك على طبيعتي ويقصد على طبيعته أنه يطلع الكلام الوحش لا ده مش على طبيعتك أنت بتقوله أنت مش مهتم بيه أو الله لما تيجي تتكلم مع حد فتقوله كلام كده فيتحس أنه يتأذى أو يرجع لورا كده أو يتصدم لما أنت كلمت بالطريقة دي أو يحس أنه مفزوع من كلمة أنت قلتها يقوله أنا بتكلم على طبيعتي يعني حتى لو كان الكلام ده كلام سوقي لا ده مش على طبيعتك وده ما ينفعش وعشان كده جزء من الكلام ده أن الكلام يكون فيه عناية فنمتنع عن الكلام اللي وقته مجاش واللي ممكن نضيع المحبة فتعالوا بقى نشوف إيه الخطوات اللي ممكن نعملها عشان نتضرب على مهارة اختيار لغة الخطاب الزواجي دي ده واضح أنه مهارة مهمة قوي قوي واضح أن فيه بيوت كتيرة جدا جدا وأنا بقول لكم بقى خبرتي واضح أن بيوت كتيرة جدا محتاجة للكلام ده ومحتاجين أن احنا نأهل الزوجين عليها قبل ما يدخلوا فيه في الحياة الزوجية أول حاجة لازم تعملها إنك تفكر قبل الكلام يبقى التفكير قبل الكلام أول خطوة لازم تتضرب عليها عشان يبقى عندك المهارة دي مالمهارة دي بتتضرب على جملة من الخطوات عشان تساعدك على المهارة دي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بي أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاز وهو بيسأله عن الأعمال اللي بتدخله الجنة فأخذ بلسانه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا بلاء خلي بلك من ده كف عليك هذا فقلت سيدنا معز بقى يقول حضرتنا سيدنا معز اللي حضرت النبي قال له إيه إني لأحبك يا معز حبيب رسول الله فقلت يا نبي الله يعني أتكلم بدلالك بقى فقلت يا نبي الله إن لم أخذون بما نتكلم به يعني وإحنا بنتحاسب على ما نقوله فحضرت نبي رح رضي عليه قاله قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إيه لحصائد وألسنتهم ده اللي بيرمي الناس في النار الكلام ده وصح حديث رسول الله سلم شوف لإن هي بترمي الناس في النار في الدنيا فممكن ترمي الناس في النار في الأخرة وعشان كده رسول الله سلم في حديث آخر إن الرجل لا تكلم بالكلمة من صحة الله لا يلقي لها بقى لأن يهوي بها في النار سبعين خريفة فعشان كده وكانت وسيط حضرة النبي إن احنا ننتبه لكل كلمة بتخرج من أفواهن لأننا ممكن الكلمة دي تقضي على حياة إنسان وممكن الكلمة دي تكون سبب هلاك وعشان كده لازم نخلي بالنا من كل كلمة بتخرج من أفواهن وعشان كده نقدر نعمل إيه؟ نتأنى قبل ما نتكلم ونفكر قبل ما نتكلم أي لفظة يخرج مننا لازم يكون بعد تفكير ولذلك إيه الأشياء اللي ممكن ننزعج منها إن الكلام يسبق تفكيرنا فده يبقى الإنسان دي مش حكيم وعشان كده لقمان الحكيم قال لي ولده يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك يعني إيه؟ إذا الناس افتخروا أنهم بيتكلموا كويس افتخر أنت بأن أنت صمت في الوقت اللي كان لازم تصمت فيه أن أنت ما تكلمتش قبل ما تفكر أن أنت سكت لأن أنت ديس ما فكرتش فبلاش تتصرع بنطق كلام هتندم عليه بعد كده واستغل الصمت في التفكير يعني لما تصمت ما برضو إحنا مش عايزين واحد يصمت 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 ويقولك تسأله ليه يقولك أنا بحاول منتظر الحكمة لا الصمت يكون فيه تفكير يبقى وكان صمته صلى الله عليه وسلم فكرا يبقى أول حاجة لازم تتمرن عليه عشان تبقى عندك المهارة دي أنك تفكر قبل ما تتكلم وده أقل شيء ممكن تعمله عشان تكون إنسان متزن معتدل أقول لكم حاجة الإنسان اللي بيتكلم قبل ما بيفكر في الغالب بيعقد حياته وفي الغالب الإنسان اللي بيتكلم قبل ما بيفكر ساعات بيتفه حياته يبقى إحنا لازم نفكر قبل ما نتكلم ونفكر قبل ما نتكلم عشان حياتنا تكون حياته متزن مش بالفهلاوة تقول أنا عارف نفسيته هو محتاج مني إن أنا أقول له كل ميتين حلوين كده هو في الموضوع الفلاني وهو مش محتاج ده هو محتاج فكرة فعلا دعم بس الدعم هنا محتاج إن حد يقول له ما تشيلش هم إحنا مع بعض مش إنك إنت تقول له فكرة في الموضوع الفلاني هو محتاج إن انت تقول له ما تشيلش هم إحنا مستمرين مع بعض بس وتعرف إلي بيأثر فيه لأن مش بس تعرف نفسيته وتعرف إلي بيأثر فيه إيجابي بشكل إيجابي وبشكل سلبي فتعمل الشكل الحاجة اللي بتأثر فيه إيجابيا وتمتعملش حاجة اللي بتأثر فيه سلبيا وهو هتفتكر إن إذا تكلف أو إنك كده مش هتبقى واخد راحتك مع شريك حياتك بالعكس ده مرة في التانية في التالتة هتحس إيه ده ده بقى بينكم لغة حتى ممكن اللغة دي محدش فهمها غيركم وانتوا الاتنين ده ده بقيته بتفهموا ساعت هتفهموا بعض بالنظرة ما هو اللغة هنا مش قصد بس الكلام لا أصد النظر كمان وإنك إنت كده مش أنا كده بتكلف ومش بتعمل بطبيعتي لا 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 إنت كده مش بتكلف بالعكس ده جزء من جزء من الاحترام الآخر إن أنت تفكر فيه قبل ما تكلم ده يا سيدي باب من أبواب خاطبوا الناس على قدر عقولهم وباب إيه أنزلوا الناس منازلهم فلازم تفهموا وبيفكر إزاي وبيفسر الكلام إزاي عشان تقدر تختار الكلام اللي يفهموا بشكل صحيح وما يعملش فجوة بينكم أو يعمل أثر سلبي وتستوعب ده وما يبقاش سبب في الخلاف بينكم وعشان كده اللقمان رحمه رحمه الله تعالى بيقول إيه إن من الكلام ما هو أشده من الحجر في وقعه يعني أشد من أنك تضرب واحد بطوبة فوش وأنفذ يعني إيه وبيدخل شوف من وغز الإبر شوف الإبر لما حط سباعي في جلد كده ما يدخلش لك لما تحط إبنا تدخل وأنفذوا من وإيه من وغز الإبر وأمروا من الصبر وأمروا من الإيه من المر وأحروا من الجمر يا الله كده الكلام كده فلازم تعرف كلامك ده هيكون من أنهي نوع بالنسبة لشرك حياتك اللي لقمان قال عنه ولا لربنا سبحانه وتعالى وحضرت النبي أوصانا به وقولوا للناس حسنا يبقى الكلمة الطيبة صدقة أنهي من ده ولا ده ده المر ده الموجع ده المؤزي ده ولا النعمة ده الفضل ده التوفيق ده المدد ده الوسع ده تالت حاجة اختار الكلمات الطيبة أنا عارف أنا وبقول لكم الكلام ده أنتوا بتعملوا إيه عادين تفكروا هو أنا عملت في اليوم الفلاني ده كده ولا لا وأنا ممكن أعمل ده بطريقة أنا أقدر أعمله آه اللي خلينا أقول ما أقدرش أعمله تالت حاجة اختار الكلمات الطيبة في بعض الأحيان عشان اختار الكلمات الطيبة وفي بعض الأحيان أنت محتاج أن أنت تعمل إيه تستخدم الكلمات الطيبة كده الكلمات اللي أنت بتعرف أنها بتفك أني في بعض الأوقات بيسيطر على الزجين فكرة أني أشوف إيه الآخر بتعشرك حياتي وهيستحملني ولا لا ولحد إمتى فيبتدي تعامل معه بسلوب صعب يضغط عليه فما يحاولش يضبط انفعلاته ولا يختار كلامه ويبقى هو أنا متعش من هو هيكون فاهم إنه وضغطني وده لما بتعمله الزوجة بيكون سبب والأساسي أن هي عايزة تحس بالأمان فعاوز تتعرف لأي مدى زوجة عايز تحملها ويحبها لأن مش بيبقى عندها إحساس أنها في أمان أنا عايز أقول لكم دي طريقة مش رشيدة لمعرفة حب الزوج لكن احنا لازم نكون عارفينها لكن الزوج بيعمل كده لازم يكون فاهم وبيكون بيبحث عن احترام وتقدير زوجته ليه فما يقسم مقدار طاعة زوجته ليه إن هي قد إيه تبقى شابها والدته ده مش مناسب أو زي ما بيقولوا مش عايزة تنسى نفسها فتعملها بطريقة فيها صعبة أو هي تتعامل مع ابن الدية ودي كمان مش طريقة رشيدة لمعرفة مقدار تقدير زوج لزوجته أبدا ولا هي دي طريقة رشيدة في مقدار معرفة زوج تقدير زوجته دي بلاش الطريقة دي أنتو أنتو كده هتوصلوا للنتيجة عكسية وعشان كده ورد عن الإمام عليه عليه السلام قال إيه إياك ومستهجن الكلام إياك ومستهجن الكلام ما تقولش الكلام المستهجن اللي الناس بترفضه فإنه يوقر القلب يبقى إيه اللي حاصل ما تقولش الكلام اللي بيكرهه الشخص اللي قدامك لأنه ده بيغر الصدر وعلى ذلك الأحاب لزوجتك ليك هيفضل الصفاء والتأدير وعايزين لما تتعاملوا كده لما تتعاملوا مع بعض بصفاء وبرقة مش بكلام جارح وده يضيع لما تستخدم الكلام الجارح وعلى ذلك لازم نختار الكلام رابح حاجة تعلم بقى فن الكلام وتدرب عليه على فكرة إن الواحد يتكلم دي مش موهبة ده لازم صحيح إنسان بأن أدم عنده استعداد بس هو لازم يتدرب عليها لو قد تقدم ورقة في شغل بتكتب في السيرة الذاتية بتاعتك إن من مهاراتك التحدث بلا باقة وتجيد العمل تحت ضغط وفي إطار جماعي وفي الحقيقة كل دي مهارات بيحتاجها الإنسان في حياته بشكل عام مش في الشغل بس إحنا بعضنا بيفتكر إن هو بيحتاجه في الشغل بس فيستخدمه في الشغل في حس إن هو صدع من كتر الكلام الحلو ومن كتر اللباقة ومن كتر الاحتفاظ بحس بضبط النفس فيتدايق لإحنا متدربين على المهارات دي عشان نعملها في كل حياتنا فعشان كده مستعدين نتدرب على المهارات دي علشان يحصل لنا وظيفة كويسة لكننا ما بنمقاش مهتمين إن احنا نضرب على ده عشان نعيش مع أزواجنا حياة سعيدة فالزواج أكثر احتياجا لهذه المهارات من الشغل والزواج أهم لإن احنا بنشتغل عشان الزواج بنشتغل عشان البيت فلازم نتعامل برشد ونتعامل إزاي يبقى نتكلم بكلام حسن وكلام فيه لباقة تحت الضغوط وبشكل رشيد وإنك تعرف تتعامل مع شرك حياتك بتناغم كأنكم وحدة وحدة مش عدوين فكل شيء مهم بنحتاج نتضرب نتضرب عليه لإن احنا لو ما نتضربناش عليه مش هنقدر نحصل مهارة لإن المهارات دي بتخلينا نعمل الحاجة بشكل جيد وفعال ومؤثر ولزيك احنا محتاجين نتمرن طول الوقت على فن الكلام وإزاي نختار الكلمات الطيبة لإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلمة الطيبة وإيه صدقة فلازم انت تختار أطيب الكلام زي ما انت بتختار أطيب الأشياء تطلعها على صدقة زي ما انت بتختار أطيب الطعام عشان الفقير زي ما السيدة عائشة كان بالطيب الصدقة لإنها تقع في يمين الرحمن كذلك الكلمة بتاعت حضرتك تقع في يمين الرحمن قبل ما تقع في أذن زوجتك ولو نظرت في حياتك هتلاقي ان اكتر الناس اللي انت بتحبهم وتحب تقابلهم وتقعد معهم وتعيش وتستمتع بأعدادك معهم هتلاقيهم إيه اللي حاصل بيقول لك كلام حل يبقى الناس مجبورين مفتورين على الحب اللي يقول لهم كلام حل لان هو بيحس ان هو مجبور الخاطر ومتشجع وبيحس بان هو في الخير فلو انك عارف ان زوجتك بتحب مثلا تندهلها باسم معين يبقى حاول انك دايما تندهلها بالاسم ده هتخسر حاجة بس انا ندهلها بالاسم ده تتمرع يا سيدي مش هتتمرع هتحبك اكتر وباليش تندهلها بالاسماء ولا بالصفات اللي ما بتحبهاش حتى لو هي فيها يعني ما نفعش واحد عارف ان زوجته بتعاني اه بتعاني من السمنة ولا هي مش عاجبها شكله وعايز تخس فما نفعش يقول لها يا كربوز هل دهت هل دهت يرضي الله لا ما يرضيش الله وقوله للناس حسن ده مش كلام حسن ده كلام ممكن يأذيها يقول لي ما هي فعلا ما هي فعلا ما تخين يعني انت بتعرفها حاجة ما هي مش عارفها بقولك هي بتتدايق من ده وما تنفعش تقول لزوجك مثلا اه انت شخص بكرش ما هو عارف هو محتاج وجهة نظر حضراتك تقول لي هلوة لان هي التحليل الانساني النفسي مش موصله ده ما هو عارف انت بتخبره بحاجة ما هو عارف ومتدايق منه йبنى لازم تتحاول تتكلم بلطف وانا على فكرة ان الإنسان اللي بتكلم مع الناس بلطف وبرقة وبلطافة ده وما يجرحش ده وما يقزيش ده وما يديش لده ده لإنسان اللي هو السهل الهيين اللي على فكرة السهل مش الهيين اللي اللي بيعدي بس لا السهل الهيين اللي اللي كلامه يبقى سهل وهيين وليلة على الناس. الناس تحب كلامه. وعشان كده وقت ما تبقى عايزة تطلب منه حاجة ما ينفعش تحل الكلام. والوقت التاني ما يبقاش فيه كلام حلو. طيب ما هو كده يرتبك. ما يقولك ما أنت بتعرف الكلام ده. وإنت وقت ما تكون عايز منها حاجة تدلعها. وقت ما تكون عايز منها حاجة تتكلم معاه بجد. لا يا سيدي. لازم أنتو الاتنين تتكلموا مع بعض بدين. وإن اللي حاصل. وما تسميش الدين ده تدليع. لا ده حقها. حقها أن أنت تتعامل معها بنوع من أنواع البساطة واللين والطبطبة والحنية. الحنية عمرا ما كانت شيء مزموم عشان نرقبه بأنه دلع وأنا مش عايز أدلع بقى. لا الحنية أنت لازم تبقى حنيت. إيه لا. أنت بيبقى تقوله وأنا مش هدلعه. لو كان ده تمامي بقى أنت لازم تهتمي بيه. فما تسموش الأشياء بقى اسماء عشان أنت تتركوها. وده شيء مهم جدا. خمس حاجة. أن التعبيرات تكون واضحة. والناس تعبر عن نفسها. تعبر عن نفسها. لأن من أهم الخطوات دي أنك تقول اللي أنت عاوزه بشكل واضح. وده يتمهارة مهمة جدا. المهارات توقيت الزات. لأن الإنسان مش هيقدر يتكلم إلا وهي ذات واثقة إن الكلام. وده مش هيحصل غير لما هو يكون بيعبر عن مشاعره بعدم إيه. لا بيمنع مشاعر أنه يعبر عنها. ولا بيتكلم بغموط. بل يتكلم بوضوح. عشان المشاعر دي ما تتلعبش بنفسك وتتلعب كمان بنفس الشريك حياتك. بل قول اللي أنت عايز تقوله بشكل واضح. قول عشان ما تتفهمش غلط. وما تسيبش مجال لسوق الظن. بل ساعد شريك حياتك على حسن الظن بأنك أنت تقول كلام واضح. ما يحملش أكتر من وجهه. وإذا هو أتكلم بكلام أكثر من وجهه يحمله على وجهه الحسن. وده واجب عليك على فكرة. لكن أنت كمان واجب عليك أن أنت كمان تعينه على حسن عشرتك. وما تكونش عاون للشيطان عليه. من أنك أنت ما تحطوش في مزنق دايماً وتحطوه دايماً وأنت بتعبر بتعبيرات غمضة. أنت عايز أنه يكون فاهمك صح. لأن تعبر بتعبيرات واضحة. وسيدنا الإمام عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال ما أدمر أحد شيئاً إلا وظهر في فلتات لسانه وصفاحات وجهه. ما فيش حاجة بتستخب. وهي يكون عند أمرئ من خليقتين وإن خالها تخفى على الناس يتعلن. لذلك لابد أنك تحافظ دايماً على صفاء قلبك من ناحية شرك حياتك. وتعبره عن اللي أنت بتره بتحس بيه عشان يحصل دايماً التصاف الزواجي. وإحنا قبل كده تكلمنا عن مهارة التصاف الزواجي. أرجو اللي أنتوا تشوفوها عشان دايماً نخرج كل شيء من نفسنا عشان يبقى دايماً حنادرين نستقبل الشيء الحسن. وعشان كده سيدنا بن أعطاء الله السكندري قال في واحدة من حكم والبديعة معنا قريب جداً من اللي قاله سيدنا الإمام عليه. قاله سيد بن أعطاء كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي منه خرج. يعني الكلام لو لو القلب حل الكلام هيخرج حل يبقى إيه اللي حاصل؟ فلو اللي في قلبك خير ومحبة هيخرج على لسانك خير ومحبة وعشان كده دي ساعة يا ساعة حط في قلبك خير ومحبة وتكلم حط في قلبك جمال وتكلم حط في قلبك طيبة وتكلم حط في قلبك صحفاء وتكلم يا سيدة يا أصحاب السعادة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال وَقُلْ لِيَ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ يعني مش بس الحسن الأحسن يعني كل ما تقول حاجة شوف اللي أحسن منه وقوله كل العباد فلو أنت صحيح عبدي لله لازم تمتسل لأوامره لأنه سبحانه وتعالى ما أمرنا إلا بكل خير وبكل ما ينفعنا في حياتنا في أمور حياتنا كلها فالكلام الطيب يا سيدي مفتاح القلوب الكلام الطيب مطيب الكلام الطيب يخرج الطيب والكلام الطيب يجعل الطيب يرضى عنك لأنك طيب يبدأ البلسة من اللي بيداوي وبيطيب الخواطر ويزيد المحبة يا رب اجعلنا من أصحاب الكلام الطيب اجعلنا ممن يحسنون اختيار الكلام يحسنون اختيار الكلام الذي يؤثر في قلوب أحبابنا فنزداد حبا اللهم وفقنا إلى محاسن الكلام وإلى أحسنه يا رب العالمين حتى نكون بابا من أبواب سعادة أحبابنا وسعادة شركاء حياتنا في هذه الحياة يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا نسيما وطيبا واجعل كل كلمة نتكلم بها فيها من توفيقك ومن كرمك ومن مددك ما تجعل شركاء حياتنا في نعمة وفضل واجعل كلامنا بردا وسلاما ووسعا ومددا وفتحا وتوفيقا ونعمة على أحبابنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل يا سادة نخرج لفاصل ونرجع عشان نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان تعليقاتكم وكمان بنتلقى كمان طلباتكم في حلقات وشكرين جدا جدا على تفعالكم مع الصفحة وتعالوا ناخد أول اتصال من السيدة أم علي السيدة أم علي أهلا وسهل أهلا حضرتك إزاي حضرتك يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله يعني احنا بنذكر سيادتك على بجد المعلومات وكل حاجة بتقدمها والله الله يرضى عنك ويبارك فيك نذكرك ويبارك في الميزان حسنات حضرتك ممتن للحضرتك يا فن اتفضلي يا فن بسؤال حضرتك دلوقتي عندي مشكلة كبيرة جدا يعني مم فحضرتك أنا بنتي مجوزة من 11 سنة ونصف وجوزها كان مع عدم الشهر مم وما بيدهاش مصريف وما بيعملهاش معاملة أدمية خالص وبيقولها انت خدامة هنا انت خدامة هنا هذا الكلام كان من أول 11 سنة ولا في الفترة الأخيرة لا هو يعني كان بيعملها معاملة برضو سيئة من الأول يعني هو من الأول هو بيتعامل معها كده معاملة سيئة جدا وجافة وجعلها خدامة ليه والأهله طيب فحضرتك دلوقتي الوضع بقى سيئ جدا يعني دلوقتي قاعد يعني عنفها وكان بيتردها من البيت كلين شوية وابنها عندها ابن 10 سنين ونصف وبنت 8 سنين وكل شوية يقول لها امشي ويسيب العيالي امشي تيجي تمشي وتاخد شمطتها بنتها تعيط فدلوقتي حضرتك معاملة غير أدمية ويستافر بالقمس أيام ما يسيب لهاش حتى 10 جنيه طيب السؤال حضرتك ايه أستاذ المؤمن؟ فسؤالي أنا دلوقتي احنا ضربها ضرب مبرح وبهدلها وخنقها وكانها يموتها وروحنا جبناها بقالها سبع شهور عندي ما صرفش عليهم ربع جنيه لغاية الآن ومش راضي يسرس ومش راضي يطلق ومش راضي يتواصل مع أي حد سؤال حضرتك ايه يا سيدة أمو علي؟ سؤالي أننا دلوقتي اتطلق لو طلقناها احنا علينا وزر؟ أجاوب على حضرتك سيدة أمو علي سؤال حضرتك مهم إذا كانت الزوجة بتهان وتؤذى أول شيء لازم نعمله إن احنا يتدخل الحكماء طبعاً أنت تقولي إن هو تدخل يتدخل حكماء ويتدخل خبراء يبقى إن الأول خالص أو الخطوة يتدخل الحكماء من أسرتين ما عرفوش يتدخل خبراء لأن احنا ما نحبش العاجات تستأخر ثم يتدخل خبراء اللي في الإرشاد الزواجي ويحاولوا يساعدهم طب لا دا نفع ولا دا نفع يتدخل القضاء بقى يعني لو في الحقوق يتدخل القضاء ما قد يكون الناس عشان تحصل حقوقات قد تحتاج إلى القضاء أما مسألة التلق دا عاملة زي بقى مسألة آخر الدواء الكي فحنا لازم الأول خالص الخطوطين اللي أنا قلتهم عليهم إنهما وفي خطوة قبلها إنهما يعودوا مع بعض وإزاي كانا ما قلتلكش على الخطوة دي واضح إنهما مش عارفين يتواصلوا مع بعض يبقى عندنا خطوطين يبقى في حكماء وسطاء من حكماء من الأسرتين عشان يتكلموا إزاي ينصلح الحال طب ما عارفوش نروح بقى لرشاد الزواجي رشاد الزواجي دولة الناس مهنيين متخصصين يتكلموا معهم في دا دا قبل الطلاق لو ما عملناش كده أنا ما أظنش إن الطلاق يكون طلاق عادل ولا طلاق مستنين إذا ما حصلش دا ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل لو حد عنده حق ياخده يعني إحنا مش من هوات إن الناس تسيب حقها ومش من هوات إن الناس مش هوات إن الناس تتأذي ولا تتظلم ولا تتبهدل لا الناس عايز تاخد حقها تاخد حقها لأن في بعض الناس بتتمادة بعض الناس بتتمادة فأنا شايف إن إحنا نمشي بالتدرج دا وهو داوة الأسلم وهو داوة الحضراتكم تعملوا نعم معنا الأستاذ أحمد أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد نسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بما علمكم ويعلمكم ما ينفعكم يا رب ويجعل هذا العلم والعمل لكم لحضراتكم ولفريق العمل حجة لكم وحجة عليكم يا رب شكرا والدتي في أثناء حياتها كان لي أخ من الإخوة يهديها في مناسبات مختلفة ببعض قطع المصوغات طيب وبعد وفاتها توفيت إلى رحمة الله تعالى إن شاء الله الله يرحمه جئنا لنوزع التاركة متبقى للشرع للشرع الله عز وجل وسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم فجئنا به بيخصم المصارف التي أهداها لأمه عن التاركة فصلها عن التاركة لتحص بالضبط يا دكتور بالضبط فضيلة الشيخ يا مولانا الله يكرمك في سؤال حضرتك بقى هل هو مطابق للشرع؟ أجاوب على حضرتك يا أستاذ أحمد لا أستاذ أحمد لا شكرا يعني شكرا لحضرتك أنا كنت حريص إن حضرتك ما نقفلش على ما تخلص سؤالك يبقى اللي عمله أخوك دوت لا يجوز لأن الهبة إذا أعطاها الإنسان للموهوب له اللي هي في الحالة دي والدتك أصبح ملكا له ولا يجوز إنه يعود فيه طبعا فيه كلام في مسألة عودة الأباء أو الوالدين في الهبة لأولادهم لكن إحنا نتكلم دلوقتي على عهبة الإبن لأبيه لا يجوز خلاص عهبة الإبن لأمه خلاص ده بقى مالها هو فأي مال بيبقى عند المتوفى بيصبح تاركة ليه؟ لأنه هو عايش المال ده كان في ملكه ثم إذا مات زال عنه الملك المفروض المال ده يرجع لصحبه قال له والله فربنا وهب الورثة هذا المال بحاجة اسمها الخلافة فيخلفه مين؟ يخلفه وارثة يخلفه المورس فيصبح ورثة مالكين لهذا المال بالخلافة فأخو حضرتك لما جيه يأخذ المال دوت على إن المال دوت بتاعه هو لا هو عندما أهداه لأمه أصبح ملكا لها فلما أصبح ملكا لها لما توفت زالت إيديها فمن الذي أعطاكم هذا المال؟ الله فلا يجوز فالمال اللي هو كل المصاو كل الدهب اللي هو إدى الأم في عيد الأم في عيد ميلادها في أي وقت ده ملك ديها ولا يجوز إنه هو يخصمه من التاركة بل هو تاركة لكل الورثة نعم السيدة محمد من الشرقية تفضل أيها سلام عليكم عليكم سعاكاته أنا وجده متوفي عن 2015 نعم الله يرحمه الله يرحمه ويرحمه يا رب المراس بتاعه فرعت على أولاد هتا اللي طلع لي ادته لأولاده يعني المصيبة أنه وزعته على أولاد أولاده يعني أولادك أنت كمان دي أنا أعوب طيب ووزعته على أولاد طيب دولي بس يعني من جوزي زالوا من إيبا؟ هم؟ زالوا من إيبا؟ زالوا لأنه لما أطلعت معاهش خط مقافة نهاية الخدمة ودتها لبنات أختي يتامة وكده ووحدة كفيفة والتانية بتتجهز في الكلية وكده وتتجهز طيب أنت عايزة تسألي على هم عليهم حاجة تسألهم ولا؟ عادة أسأل إن أنا شلت وزر على أنني ما أدتهمش من مقافة نهاية الخدمة ولا أنا كده يعني في إيه؟ أنت بتصعب المسألة عليهم قوي لا إزاي بقى عندك وزر ما على المحسينة من سبيل أنت معلكيش أي وزر يا حاجة أم أحمد العكس طيب أنت صاحب تفضل تدي لهم اللي تديهولهم وتصرفي في مالك زي ما أنت عايزة وما حدش يسقوة حد يستدل عليك بأن الأقربون أولى بالمعروف ليه طيب ما أنت عملت فيهم معروف ودت لهم ورسك ودت لهم ورسك الأولاني وبعدين اديت لهم ورسك التاني اللي ورسكي من أهلك مش من حقهم أنهم يأخذوا يطالبوا بأي مال لكن أنت تصرفي في مالك كيف شئتي طيب وإحنا محتاجين تدي الأولاد أختها وإحنا محتاجين كل الحكاية ومش من حقهم أنهم يبصوا لفلوسك أصلا أنت كاملة الأهلية وعندك الملك تم لهذا المال تتصرفي فيه ولكن أن أنت تفعل دوات عشان يبقى صدق لك في حياتك وطيبقى مشكلة لو كانوا أمهم نجاوزين وكمان بيبصف يكلموا أزواجهم أو إذا كانوا أمه رجال وعندهم كسب يروحوا يكتسبهم ولهمش دعوا بمال أمهم الأم إذا أعطت أو لم تعطي ما سمعاش بقى منعت إذا لم تعطي فهي حرة بالعكس ندعو لها أن هي تكون دايما من أهل الخير فما فيش الكلام دوات ولا يجوز ولا صح وليس عليك إثم بالأم عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا ينظروا إلى مالك لأن أنت صاحبة زمة مالية مستقلة لك أن تتصرفي في مالك كيف بشأتي السيدة محمد تتفضل عليكم سعى واحدة كانت وأهلا وسهلا طيب أنا كنت بس للحضرات بس والدتي فترة رمضان كذا رمضان أثناء أولادة بعض أخوتي فهي بعدها ما كانت شعرتها الله في أن في إعادة للثيوم طيب فعرفت متأخر بعدها بكذا سنة طيب فقدت الثيوم اليوم كلها اللي كانت فترتها طيب بس هي نسأل لها ولا حاجة ولا حاجة اللي هلقول لها تطلع حاجة طيب افطر المسكين مع الثيوم فهل ده ينفع ولا يستفتك في الثيوم بس أجاوب حضرتك بس أنا عايزة أسألك سؤال ماما عندها وسواس دلوقتي تمام في وسواس دلوقتي وما دلوقتي وكأنها حاسة بأن هي كده خلاص يما راح منها وما كده ولا لا او او طيب أنا أجاوب حضرتك هي عايزة بس تقضي الحاجة كاملة أجاوب حضرتك حاجة أستاذ المحام بوسي ستي اللي فعلته والدتك خلاص تم وليس عليها شيء ليس عليها شيء احنا خلاص استقارت الفاتو عندنا ان احنا مهما ترك الانسان هذا ليس عليه إلا أن يصوم ونفتي بذلك بماذا بس أدرحنا فيها وليس عليها إلا أن هي تصوم ويصامت وخلاص وانتهت المسألة وليس عليها فدي وأرجو أن هي ما تسمعش الكلام ده ما تعودش تسمع الكلام ده لأن هي خلاص كده هي أتبدأ في الوسوسة أو أن هي موسوسة فما تتحمل بلاش تحمل نفسها ما لا تطيق وتفضل تجلد في نفسها تجلد في نفسها خلاص هي صامت ما كان عليها وانتهى الأمر وانتهى الأمر خلاص فهذا هو فهي فعلت ما يجب عليها وليس عليها شيء أكثر من ذلك أن تفعل يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة مهمة قوي تكلمنا عن مهارة اختيار لغة الخطاب مع الشريك الحياة أقول لكم حاجة اللي بيقضقن اختيار لغة الخطاب مع الشريك الحياة مش هقول لكم اللي هو ما بيملكه ولكن بيفتح باب سعادة عليه وعليه خد ايد وقلب حبيبك ودخلوا انتو الاتنين على أوسع أبواب السعادة بكلمة حلوة ساعات كتيرة جدا جدا ما بينقاش محتاجين أكتر من كلمة حلو بينقاش محتاجين غير النظرة حلو بينقاش محتاجين غير اللامسة حلو في أوقات كتيرة مش محتاجين غير ان احنا نسمع ان احنا أقنبك وان احنا مش هنسيبك وان احنا بظهرك في أوقات كتيرة ما تبقاش محتاجة غير ان هي هتبضلط عمرك أجمل حد في عناي وساعتها بنكون بنطبق مراد ربنا وبنكون أقرب ما نكون كل ما تسمع الناس كلام حلو كل ما تسمع الناس كلام طيب أنت فتحت خزائن الطيب على قلبك يا رب اجعلنا طيبين وجعلنا كمان مطيبين اجعلنا طيبين نخرج الكلام الحلو من غير بخر وجعلنا كمان مطيبين نتكلم بالكلام الحلو بمدد من عندك يا رب العالمين فيدخل إلى قلوب أحبابنا فتنتشر في قلوبه منوار السعادة فنحيا سعداء بمددك وكرمك ويكون دوت تجلي من تجليات وجعل بينهم موادة النورة يا رب اجعلنا من أهل الرحمة اجعلنا من أهل الموادة اجعلنا من أهل الكلمة الحلوة بفضلك وتوفيقك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين